لكن أنت حضرتك ذكرتني بخبر أذيع قبل يومين أو ثلاثة وزارة الدفاع بدأت أسراب الطيران المسير أيضاً بدأت يختبروها بدأوا يختبروها بوزارة الدفاع ويبدو صنوف الطيران الموجودة في الوزارة وتم تجربها وقالوا أنها تجارب ناجحة ما أعرف يعني يبدو هناك طائرات كان يريد التعاقد عليها السيد وزير الدفاع مع تركيا لا أعرف إن كانت ما أعتقد يعني وسط تيجي به السرعة لكن مصدرها حقيقة حتى أني تساءلت في تغريدة وفي أكثر من موضوع وفي أكثر من لقاء أنه وزارة الدفاع ليش ما تقولها شنو الصناعة يعني تعرف حضرتك رادو يستوردون هاي الأس أس اللي متطورة نعم منظومة الصواريخ أو مضادة الأس أربعمية من روسيا صار اعتراض كبير فكيف إنه إذا ما أكتشف إنه هذه قد تم استيرادها من إيران يعني وهي اللي تعرف جنابك أنه يعني عليها حصار وعليها حضر وحتى ممنوع يعني التعاطي والتعامل معها بالذات ضمن منطقتنا ضمن الأقلين فهذه القضية أيضا تفتح باب أنه الطائرات هاي منين يعني حسنا إذا كان من شئه من أي دولة يعني هذا لا يعنينا ولكن يعني ربما يتساءل الغرب يعني بعد فترة وجيزة إلى أنه أنت يا وزارة الدفاع من طيارتوه للطيارات هاي منين هاي منين شو ما قلتو شو ما مادتها نوعها صناعتها تعرف جنابك حينما يحصل استخدام لأي سلاح بالتجارب يعني حينما تحصل هذه الممارسات التدريبية التمرين الحملات اللي تحصل يقولون أنه تم استخدام نوع سلاح كذا ينطوك حتى الرقم حتى الرقم ربما ينطوك حتى تاريخ التصنيع طائرة طائرتنا مسلحة ايف كذا وطيارات الطيران الجيشي المرقمة المعنونة يعني مو رقمها قصدي منطراز كذا زينتو الطائرات المسيرة هاي شنه منه يعني منين مصدر منشأها يعني ربما نفرح أنه ربما أيضا تطوير قدرات عراقية وطائرات يعني مسيرة عراقية وبذلك يكون أيضا لدينا إنجاز معين أن تحكونا يا وزار الدفاع يعني ليش طيارات مسيرة وهذا هو غير أن نعرف أنه منه منشأها يعني حتى نعرف إذا من هذن الدول السكراب التقع طيب حتى تلزق حتى نقول هاي نعرفها شنه وإذا من الصين وأيضا تجميع ربما أمكانات قادرة ومقتدرة ومتمكنة إذا من تركيا هذه هم طائرات البيرقدار يعني طائرات متمكنة يعني ما دري يجتله لأ هو كان منطي عرض معلن عرض السيد وزير الدفاع ما عرف إذا وصلت أو لا المهم تجربة طائرة هذه ذكرتني بيها يعني فرصة أن تمسح الأراضي اللي تتوفر بيها مثل هذه البعلومات المشكوك بيها يعني أنتش كبرج الحكومة العراقية لما تسألك الدول التحالف أو حتى الولايات المتحدة ضمن إطار المشترك النقاش حول اتفاق الإطار المشترك تقول لهم أنتو يعني من طيرتوا هاي الطيارات أو منذ الطير عدكم طائرات الحشد وتقولون عنها أنها تابعة للقيادة العمليات المشتركة أو للقوات المسلحة العراقية طيب أنتو ممكن تشوفون إمكاناتكم بالمسيح مسحته جانب محافظة ديالة إرهابيا التواجد الإرهابي والتواجد الميليشياوي فيها طيب الحدود مع إيران أمنتوها تقدرون تشوفون إياها